لما الدحيح كان شغال مع شركة قطرية كان سكر محلي محطوط على كريمة وعملوا له تمثال لما راح مع الشركة الكويتية بقى ينا ينا ينت وعملوا هاشتاج ونزلوا تهزيفي أربع سنين وأحمد الغندوري المشهور بالدحيح واكل الجو على السوشيال ميزي تستنى الحلقة بتاعته في المعاد بتاعه وتقعد بقى وتتفرج وتتمزج وانت بتتفرج عليه ده ايه خفة الدم والزرافة دي نروح جميل انت الحيوان بقى في 2020 البرنامج توقف وانتهت تجربة الدحيح على كده 12-6-2021 حماس كبير قوي والدحيح راجع الناس كلها قاعدة مستنية ده احنا بقى لنا سنة ممكن نقول بقى ان هو رجع لنا وعبر عن فترة توقفه بحلقة اسمها الملل حزيزي اتهى 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 مالك خسيت كده السيق حامل ايه بعد الحلقة على طوله والناس كلها كأن نسموا وانتشرع السوشيال ميديا هاشتاج قطع الدحيح لانه تعرج على منصة اماراتية تابعة لشركة ناس ديلي اللي معروف عنها ان هي بتروجل الاحتلال على طول نازل بوست عالفيسبوك كتب فيه انا مش هكون متبع والمحتوى مش هيكون تطبيعي انا بقدم محتوى علمي وهفضل قدم النوع ده من المحتوى وموقفي وانحيازي للقضية الفلسطينية واضح جدا خصوصا بعد الإجرام اللي بيحصل لأهلنا واللي عدى الخيال واللي بقوله مش ممكن يطلع من واحد يكون عايز يعمل تطبيع احمد الغندور بيعرف يوصلك الموضع الصعب الميكا الكعب بطريقة سهلة ولذيذة جدا بس السؤال بقى يا ترى احمد الغندور او الدحيح بيقدم موضعها تفاوتستهل فعلا ان احنا اتفرج عليها ولا لا الدحيح بيقوم بالتطبيع ولازم نقطعه احدا